التقى الرئيس عبد الفتاح أسيسي على هامش يقمة بريكس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وخلال اللقاء أكد الرئيس أسيسي موقف مصر الثابت والداعم للسلطة الفلسطينية ولضرورة توحيد الجهود للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وفقا لقرارات الشرعية الدولية وكذلك رفض مصر أي مساع أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية كما بحث الرئيسان جهود وقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والانتهكات في الضفة الغربية وأكد أهمية أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وحاسما تجاه تلك الممارسات هذا قد أعرب رئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر المستمرة والدعوبة لمساندة حقوق الشعب الفلسطيني والتحركات التي تبدلها مصر على مختلف المستويات لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العاجلة ترجمة نانسي قنقر